بسم الله الرحمن الرحيم تكلمت معاكم في الدرس اللي فاتي اني راح تكلم عن القيم حق ال بي اي سي فاتفقنا انه عندنا في ارميس وفي بيك وفي بيك تو بيك وكمان عندنا ذي افريج طيب اوشي حاوريكم كل وحده والفرق بيناتهم طبعا طبعا هذي في ارميس اللي عندنا اللي يتمثل زي الفي دي سي ولكن عندنا الفرق من الفي دي سي ثابت يعني زي كذا الموجة ثابتة فهنا عندنا عشان الموجة مختلفة زي كذا فهذه هو قيمة في ارميس ما هو في الوسط طبعا نشوفوا هذي الموجة فتلاحظوا ما هي جاية كذا هنا في الوسط لا جاية شويتين اعلى طيب فهذا هو ال في ارميس هذا الفي بيك الفي بيك طبعا شايفين انتم كيف الموجة اعلى قيمة او اكبر قيمة في الموجة هذي واقل قيمة في الموجة هذي طبعا ليش قلت اقل لانه هنا بالنغتيف هذا بالنغتيف وهذا بالبوزيتف طيب الفي بيك لما يكون بوزيتف يكون من الصفر لل للبلس اللي هو البوزيتف اللي هنا هذا الفي بيك بلس طيب الفي بيك ماينس يكون من الصفر الين الفي بيك ماينس طبعا الدرجة اللي تكون هنا هذي 90 درجة اللي هنا الزاوية الزاوية اللي تكون هنا 270 درجة طيب دحان نجي لل في بيك تو بيك الفي بيك تو بيك نفس حكاية الفي بيك ولكن ياخد القيمتين البلس والماينس احنا قلنا ان الفي بيك مثال هذا البلس يكون من الصفر الين اعلى قيمه اللي هي 90 درجة هذه ما لاش هنا 90 درجة طيب الفي بيك تو بيك البلس والماينس مع بعض يعني انت تحسب من هنا الين هنا هذا هو طيب الفي افريج هذا الفي افريج يكون في نصف الواف تقريبا في نصف الواف زي ما انتو شايفين زي كي ذاتكم طيب دحان ابقى اطلع كل واحدة كيف اقدر اطلع القيم حكتها هي مجرد قوانين مجرد قوانين مرة الفي افريميس ايش قانونه قانونه في ار ام اس يساوي الفي بيك على جزر اثنين هذا القانون حقه عشان نطلع الفي افريميس لازم الفي بيك اللي هي هذي لتسعين درج الزاولة لتسعين درج هذي لازم طيب لو انا عندي ابغى اطلع الفي بيك ابغى اطلع الفي بيك احنا اتفقنا نفس القانون اللي فوق ولكن هيصير في ار ام اس بر جزر اثنين حيساوي الفي بيك احنا قلنا الفي بيك تمثل زي في دي سي اما الفي بيك اعلى قيمة في الاسي سيركيت اللي هو في الموجة نتكلم عن اسي سيركيت يعني نتكلم على الموج على طول ساين ويف طيب بالنسبة نفس القيمة ما رح تتغير بس انه ممكن تحط هنا بوزيتف او وقت النيجيتف تحط وقت البوزيتف تحط بوزيتف طيب بالنسبة لل في بيك تو بيك الفي بيك تو بيك اذا ما عندك قيمة الفي بيك رح تطلع بالقانون اللي فوق هذا برمس ضرب جزر اثنين طيب لو عندنا في بيك احنا الفكرة انه البلس يكون من هنا الين هنا طيب لو بغى اجيب هنا انا ما اقدر اكتب بالماينس ما اقدر اكتب ماينس لان احنا اتفقنا فوق فبكل بساطة نقول في بيك تنظري في اثنين كده نطلع قيمة الفي بيك تو بيك واللي هو البلس والماينس نطلع البلس والماينس مع بعض طيب نجي لل في افريج الفي افريج اللي هو النص الموج تقريبا لما نطلع نص الموج ف هنقول اثنين على باي مضروبة في الفي بيك فهذا هو اثنين على باي مضروبة في الفي بيك كده تطلع النص القيمة اللي هي هذي نص الموج طيب هذي طيب انا لحين مثال او اطلع فولت عندي طيب احنا نتفقد انه على قيمة اللي 90 درجة تسمى في بيك لاحظوا 90 درجة حلو طيب انا مثال او اجيب الفولت عندي فولت في 45 درجة هنا او اجيب كيف اجيبه فعندنا قانون اللي هو الفي يساوي في بيك قيمة الفي بيك لانه هي اعلى قيمة وهذا الساين ساين ويف الساين في الزاو اللي عندنا 45 مثال درجة مثال لو عندنا هنا بي بيك اي عدد حلو نحطه في البي بيك وسايا مثال عندنا الزاوية 45 فطلع لنا الفولتج اللي على الزاوية فعشان هي ايش زي ما اتفقنا انه هي تتمثل بدائرة الدائرة لها زوايا وكل زاوية تختلف فيها الفولت وهذا الشرح مبسط للقيم كيف تجيب القيم والسراع عليكم